حقق منتخب الجزائر اليوم الخميس فوزا ثمينا على مضيفه طوغو ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفية كاسم افريقيا الفين وخمسين وعشرين وبعد هذا الفوز قطع منتخب محاربو السحراء شوطا كبيرا نحو التأهل المسابقة القرية التي يستضيفها المغرب نهاية العام المقبل ونلقي الآن نظرة على ترتيب المجموعة الخامسة والتي تضم إضافة للجزائر منتخبات ليبيريا والطوغو وغنية الاستوائية حيث حافظت الجزائر على صدارة مجموعتها بتسع نقاط كاملة من ثلاث انتصارات بينما بقي المنتخب الطوغولي في المرتبة الثانية مؤقتا بنقطتين وفي المرتبة الثالثة منتخب غنية الاستوائية بنقطة واحدة متقدما بفارق الأهداف عن منتخب ليبيريا في المرتبة الرابعة والأخيرة بنفس الرصيد في انتظار نتيجة المباراة التي ستجمعهما هذا الجمعة ونتائج الجولة الرابعة التي تلعب فيها الجزائر مباراة العودة ضد الطوغو خارج الديار يذكر ان متصدر ووصيف المجموعة سوف يسعد لنهائية كاسم افريقيا 2020 ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد